موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمنا المرة الفاتت عن وأنهينا تركيم المهابت بس الفيديو ده هيبقى ملحوظة مهمة جدا في ترقيم المهابت قبل كده كلمنا عن لو كان عندنا بررل رانوي لو عندي تلاتة متوازين تلاتة رانوي متوازين كنا بنبدأ نقسمهم لواحد ليفت واحد رايت والتاني سنتر L وC وR وبياخدوا نفس الـ direction بتاع البصلة طيب لو عندي اكتر من تلاتة رانوي العمل لو عندي اربعة او خمسة او اكتر من كده اعمل ايه؟ هو ده الفيديو اللي هنتكلم عنه النهاردة او هنتكلم في الفيديو ده عن الفكرة دي طيب ادي او مثلا عندي مطار بالشكل ده ده مطار لوس انجلوس اه في الولايات المتحدة الامريكية هتلاقي في ايه؟ هتلاقي في حاجة بالشكل ده اربع رانوي متوازين ادي هنا رانوي اهو موازي لرانوي تاني اهو وفيه هناك كده اتنين رانوي تاني ادي واحد نكمل للاخر وقدي اتنين تاني وقدي ايه؟ واحد تاني بقى عندي اربعة رانوي والاربعة رانوي دول متوازين معنى انهم متوازين معنى انهم وغدين نفس اتجاه الايه؟ البصلة يعني لو البصلة ده اتجاه الشمال مثلا فتليه وغدين كلهم 360 لو ده ايا كان الاتجاه اتجاه المطار ده هي كانت اه غالبا 69 69 الاتجاه طبعا بتاع الرانوي بيتقاس اه في اتجاه عقارب الساعة من اتجاه الشمال فكان اتجاه الممرات دي كان 69 درجة تقريبا طبعا احنا من قرب لقرب عشرة فتقريبا هيوصل لايه؟ لسبعين سبعين ايه؟ سبعين درجة اللي هو بعد كده بنبدأ نحوله عشان نحطه على المدرج يبقى 0 7 طيب تعاني نشوف بقى تركيب الممرات دي اللي حصل فيها لو نيجي نعمل زوم هنا هتلاقي ان الممر ده اهو لو جينا نعمل زوم هنا هتلاقي الممر مكتوب عليه ايه؟ 6 L او 0 6 L وهنا 6 R والممر اللي هناك لو عملناه هتلاقي مكتوب عليه سبع والله هيتوضع طبعا مش واضح هنا نجي نشوف هاو ده المكت بتاع ايه؟ بتاع المطار اهو فيه اربعة متوازين فهتلاقي اتنين بقوا ستة واتنين بقوا سبعة والمفروغ كان كام؟ كان تسعة وستين درجة تسعة وستين قربناهم لكام؟ لسبعين ولما بنيجي نكتب على المطار لما بنيجي نكتب زيرو سبعة زيرو سيفن او بنكتب سبعة على طول اهو هنا خدنا الممرين اللي هنا كتبنا سبعة L وسبعة A R والتاني الاتنين التانين بقى القاعدة بتقولك ايه؟ بنقل لواحد او بنزيد واحد يبقى اذا المدرج ده اساسا المفروغ نكتب عليه سبعة L وسبعة R لكل بس سيبقى فيه لغبطة فقالك القاعدة ايه؟ لو عندك اكتر من ثلاثة رانوي بنقل لواحد او نضيف واحد فبالتالي الممرين اللي هنا دول ههم دول نبدأ نديهم سبعة ترقيم سبعة والممرين اللي هناك بنقل لواحد فنديهم ترقيم ايه؟ ستة اوكي اوكي ده كده لو اربعة بارل رانوي طب لو ازيد حاجة بالمطار بالشكل ده ده مطار غالبا كان اسمه مطار ايه؟ مطار دالاس متهيقلي اهو ادي المطار هتلاقي فيه خمسة رانوي متوازين ادي واحد ادي اتنين ادي هنا ثلاثة ادي هنا اربعة واللي هناك ده ايه؟ خمسة فعندك خمسة بارلل رانوي طب في الحالة دي اعمل ايه؟ نفس الحكاية اهو لو جينا هنا ادي المكتب بتاعه ادي الاربعة ادي اتنين اهم و ادي اتنين و ادي واحد هناك اهو طيب ازاي يتم ترقيمهم نفس الحكاية؟ تعال نعمل زوم كده هتلاقي هنا ايه؟ مكتوب هنا في البصلة لو نيجي نشوف هنا ادي المفروض اتجاهات الارانوي دي كلهم واغدين تلتمية ستة و ايه؟ وخمسين درجة تلتمية ستة و خمسين درجة تلتمية ستة و خمسين درجة كل المتوازين دولا كلهم يشيره في البصلة لتلتمية ستة و خمسين تقريب لما اقرب تلتمية ستة و خمسين لقرب عشرة يبقى تلتمية وكم تلتمية وستين تبقى لما اقرب المفروض يوصل معي لتلتمية وكم ستين نعمل ايه؟ نعمل قط للزير الاخراني ده. فبقى عندي كام؟ ستة وتلاتين. ستة وتلاتين مفروض ياخدوا التركيم بتوع البرير دول كلهم. لكن ايه اللي حصل؟ لو نراحس تحت هنا. حصل ان الرانوي ده خد ستة وتلاتين ال يعني لفت. وده خد ستة وتلاتين ار رايت. في حين ان طبقنا القاعدة تاني. الرانوي اللي هناك دول. هنبدأ نديهم تركيم ايه؟ اقل بواحد. فتلاقي ده خد خمسة وتلاتين ال. ده خمسة وتلاتين سي. وهو سنتر. واللي هناك ده خد خمسة وتلاتين ار. وهي ده القاعدة اللي ايه؟ اللي احنا ماشيين عليها. لو عندي ازيد من تلاتة رانوي متوازين. ببدأ اطبق القاعدة ايه؟ اللي انا بزود واحد او اقلل واحد. اوكي؟ المرة الجاية ان شاء الله يبقى في فيديو عن نسال بقى التطبيق اللي احنا نقيب ايه؟ هنحلوا مع بعض ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.